موسيقى 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 في الخير أنا النهاردة طبعا عند دكتور محمد دياء في العيادة حبيت النهاردة أخذ منه بس بعض المعلومات نطمن الناس أكتر عن عمليات التكمين وتدبيس المعدة وهو الدكتور طبعا هيفهمنا أكتر ويشرح لنا إيه الفرق بقى بين التكميم والتدبيس وكلمنا أكتر بصفة عميان طيب إحنا أولا بنشكر حاجة جدا جدا أستاذ أناد على وجود حريك النهاردة وقد إيه حريك جاية واخدها من وقتك عشان خاطر تعميل سابورت الإسراء وكمان عشان الناس كتير بتسأل حضريك أسئلة درجة عن عمليات سمنة فبالنسبة للسؤال ده هو عمليات السمنة عموما بتتعمل أشهر عمليتين بيتعملها هو عملية التكميم وعملية تحويل مصار وما فيش عمليه أفضل من التانية فيها عمليه الأنسب لكل واحد لما زيادة الوزن بتوصل لمرحلة معينة بحيث إن هي هتبتدي تأثر على حياتنا تبتدي تأثر على صحتنا لما زيادة لازم نعمل عمليات إنقاص وزن أن هي بقى عملية والمين دي بعد ما نعمل أساس منت لوحد واحد آه يعني بنشوف فيها الجسم يعني حسب وزن الجسم أو الكتلة زي ما حضرتك كنت بتقول قبل كذلك بالضبط بنحسب الوزن والطول ولو في أي أمراض مصاحبة وطريقة الأكل بناكل مين سويتس ولا بناكل أكل حوادق زي ما بيقولوا وساعتها نحدد العملية المناسبة بالنسبة لكل واحد تمام طيب ودلوقتي برضو في سؤال مهم جدا برضو ليك يا دكتور كلمنا على الكابسولة دي أنا سمعت إن هي بقالها سنة موجودة فإيه الفرق برضو بين الكابسولة والتكميم ودي ليها جسم ودي ليها جسم ولا إيه بالضبط؟ صحيح هو زي محرك بتقولي كده أنا لسه بنتكلم على حتى العمليات كل واحد مناسب بالنسبة له عملية معينة نفس القصة بالنسبة للكابسولة إحنا أول حاجة بنأسس كل واحد وزنه قد إيه وطوله قد إيه ونقدر نقول ده عنده بس زيادة في الوزن إلا هو خمسة ستة سبعة كيلو ده عنده سمنة من الدرجة الأولى ده سمنة من الدرجة الثانية ده سمنة مفرطة على حسب وزنه وطوله كل واحد نقوله الوزن المناسب الكابسولة بتتعمل لحد عنده زيادة في الوزن من عشر خمساشر كيلو أكتر من الوزن المثال طيب لو حضرتك يعني يا ريت كمان برضو لو حضرتك لو عندك الكابسولة موجودة وكده ممكن دورها لنا أكتر منطريها للناس لأن الناس برضو عايزة تشوف بعنيها يعنينا دي حاجة يعني اكسكلوسيف لحضرتك مرسي يا دكتور شكرا جدا موجودة في المكتب أهي بص يا جماعة يا جماعة بصوا قد إيه حجمها دي الكابسولة دي بنبلعها دي يدوبك حاجة صغيرة خالص بتبقى يدوبك بنبلعها بالمية في العيادة من غير التخدير من غير أي حاجة بنقدر نبلعها بعد ما بنبلعها الواير الصغير يعني كونكتد لها ده بنملاه محلول بحيث إن هي تكبر بدل مية كابسولة صغيرة كده تبقى واخدها مساحة كبيرة في المعدة من المعدة زي ما انتو شايفين دي كده بعد ما اتملت الكابسولة وهي كبيرة بالمنظر ده بتشغل تقريبا من تلت النص حجم المعدة بحيث إن احنا ناكل نص الأكل اللي أنا ناكل دلوقتي ونحس بالشمع والجدار بتاعها رقيق جدا هي مزيدة إن هي ولا بتتحط بالتخدير هي زي ما بنقول بتتشرب سهلة بالمية وهي بتنزل بعد كده مع السورز يعني اه بعد أربع شهور بعد أربع شهور لأن جدارها رفيع جدا تحرك جدارها ففيع قد ايه اه رقيق جدا ففيع فهو بيتحلل اللي واحده وبينزل بعد أربع شهور فهي حاجة سهلة ولا حطناها بصعوبة علشانها بصعوبة ونزلت ننعاشة 15 كده فدي مش مناسبة لكل حاجة ايو ما هي ده بقى السؤال المهم اه هي مناسبة لللي بس عنده زيادة بسيطة في الوزن 10 كيلو أو 15 كيلو أكتر من كده هي بقى المناسب بالنسبة له العملية تمام ويا دكتور طيب بعد ما هي بتنزل بعد الأربع شهور الجسم بيرجع برضو لطبيعته ولا لازم برضو تفضل مكملة في دايت و لا لازم بقى نكمل في دايت هي دي معمولة لمن؟ معمولة للي بيعمل دايت باستمرار وكان قبل كده بيجيب معا نتيجة وبينزل وبيتلع وتعب من كتر الدايت فمحتاج وسيلة مساعدة مع الدايت فهو ستيل بيكمل على دايت سواء وهو حاطت البلون أو الكابسولة وبعد ما بيشيلها كمان أو بعد ما هي بتنزل اللي بيحصل انه بدل ما هو كان بيعمل الدايت ومش بتجيب نتيجة لأ هتجيب نتيجة وتنزل 10-15 كيلو بس وانت بقى نزلت انا وشطارتي ان انا حافظ عليه على وزنك اه بالضبط كيف يعني بعد يحافظ على وزنه بانه هو ما يخبطش في الاكل يقدر ماشي على دايت النزول المكتسب ده همسك في بقى داية وثنين وبرضه في سؤال جدا يهم الناس كلها وسؤال ده بيتداول للفترة دي لان بسبب فيروس كورونا بيقولوا يا دكتور قلنا بقى العملية العملية بتأثر في المناعة يعني بتأثر من في مناعة جسم الانسان ده طبعا سؤال مشهور او دلوقتي مفيش استادي بعينها مفيش دراسة بعينها قالت ان اللي بيعمل عمليات انقاص وزن ده المناعة بتاعته بتقل بس احنا عندنا داتا في الكمية الابحاث الكبيرة اللي طالعة دلوقتي احنا دلوقتي لسه بنتعلم ده مرات جديدة واحنا لسه بنتعلم كان فيه في جامعة يورك في جامعة يورك تي جامعة في انجلترا في وحدة العناية المركزة لاحظوا ملاحظة ان الناس اللي بتخش الرعاية المركزة الناس اللي بعد اصابتها بكورونا حالتها بتتظهروا بتضطر تخش الرعاية المركزة الناس يئما الناس الكبيرة جدا في السن ستين سبعين سنة يئما الناس اللي عندها سمنة مفرطة لان السمنة المفرطة دي بتقلل المناعة فلاقوا ان الناس الكبار السن الناس اللي عندها سمنة مفرطة الناس اللي عندها سكر أو ضغطة أو أمراض قلب دي أكتر ناس بتخش العرية مركزة عندهم فربطوا ما بين زيادة الوزن والسمنة وكمان الأمراض اللي احنا قلناها دي أمراض برضو مرتفضة بالسمنة فمعنا كده أن السمنة نفسها بتقلل المناعة فبالعكس بقى احنا بنقول للناس احنا في وقت الكورونا اللي احنا فيه وهو لسه مطول بالعكس احنا لحد نزل دلوقتي في الوزن هيبقى مناعته أحسن بعد العميق طبعا طبعا طيب برجو بقى يا دكتور عايزك تكلمنا شوية عن حالة إسراء إسراء بقى هي العروسة بتاعتنا دلوقتي إسراء زي ما قلنا 24 سنة ينسى بقولها هي بنت جدعة جدا روحها خفيفة عندها سقب النفس وده اللي عجبني فيها هي جميلة هي من قدمة جميلة ورائعة الصراحة أنا معجب بيها أن هي ما كسفتش وطلعت قلة حكايتها وناس كتير جدا جدا حبيتها وحبيت أنها تساعتها حضرتك مشكورة في جروبس على الفيسبوك زي حد يعرف ليديز وكابلين مينا سامير وناس كتير أول ساعدتها حبيت أنها تساعدتها بالفعل يا دكتور هي قطر خير كل الناس أنهم وصلوا وصوف إسراء وقصة إسراء للينا وإسراء يعني بإذن الله تعمل عملية تبقى زي الفل يا رب أنت شاء خلاص بنضبط لها وظائف الغدة وشوية حاجات قبل العملية يعني حضرتك سمعت أنها ماشية على الدايت إسبوعين يعني هنتابع وهنشوف برضو دور الغدة لأن حضرتك قلت الغدة عالية جدا صح هي عندها الغدة إفرازها ضعيف جدا يعني وظائف الغدة بتاعها عالي تلا هي محتاجة أنها تمشي على دولة الغدة عشان تظبط هرمون الغدة وكمان بتعمل دايت إسبوعين قبل عملية استعدادا عشان ده حجم الكبد كبير جدا في الآلترا ساوند اللي عملته فمحتاجين نقلل الدهون اللي على الكبد فبتعمل دايت وفي نفس الوقت نظبط هرمون الغدة إسبوعين إن شاء الله ومن إسبوعين ثلاثة وبإذن الله نعمل عملية بالسلام إن شاء الله يعني يا رب كده تكمل على خير طبعا يا دكتور أنا مش عارفة يعني أشكر الدكتور على إيه ولا إيه ولا إيه وطبعا لازم أشكر مدام أسماء على تعبها ومجهودها وإسراء طبعا يعني يا رب يا رب كده تلتزم وتمشي وتكمل معانا علشان إسراء يعني خاصة إن هي شوية شوية شائية بس هي بسيطة وجميلة وبنت زي كل البنات نفسها برضو تلبس وتخرج وتحلم فالدكتور إن شاء الله يحقق لها كل اللي هي رسا فيه يعني أنا مش عارفة أقول إيه للدكتور على إنسانيته وطبته حسيته إن هو يعني هنقول بالعربي كده أو بالبلدي زي ما إحنا بنقول ابن بلدي يعني جدع ما يهموش الشو ولا يهمو أي حاجة بالفعلا إحنا أنا أنا جياله بنفسي يعني هو لا الدكتور الطلب ولا الدكتور يعرفني إحنا فعلا والله أول مرة نتقابل وتقابلنا علشان خاطر إسراء فيا ربي فرحها ويفرحها معي ده 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 كرم ربنا وزي ما حريك قلت كل الأمور متيسرة الإسراء والخطوات بتمشي ببساطة وبسهولة وفي قبول وفي يعني كل حاجة ماشية بسرعة والناس كلها حباها وحضرتك حاجة كبيرة أو إنه حراجة بنفسك النهاردة عشان تتخم ديها دكتور أنا اللي بشكرك والله والله إحنا كلنا كلنا بنشارك في حاجة خير واتفرح إنسان يعني إحنا مجرد إن إحنا نفرح حد حتى لو بكلمة يعني جبر الخواطر دي مش بتتقال كده بسهولة لا اللي بيكبر بخاطر حد ربنا بيكبر بخاطره فوق ما تتخيله فيعني دكتور جبر بخاطرها ويعني كلنا كلنا بنساهم معيها ولا ولا أي حاجة ده واجبنا ومش بنعمل أي حاجة زيادة وأنا متخيل إسراهي قعد قدامي وهي بقى بنت وزنها صغمطة وفي الوزن المثالي بتاعها أوه هتكون مودل زي يا دكتور بقى محدش عارف كلمها بقى أوه يعني يعني هتبقى حاجة تانية كده حاجة إن شاء الله يعني زي بتقول هي كت بتقول هي عايزة تكون تكون عوض البطل يعني هتكون عوض البطل إن شاء الله عليها الدكتور محمد إن شاء الله إن شاء الله وبنشكركم جداً وبنشكر كل الناس اللي كانت بتتبعنا فترة اللي فاتت وانتظرونا إن شاء الله لايف وإحنا داخلين العمليات والإسراق بقى تكون معنا نورة جاية كده وهي تالع في اللايف وبنورة اللايف بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نشكركم جداً اشتركوا في القناة